موسيقى السلام عليكم ورحمة الله متتابعين قناة عالم شاهيم مرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة اليوم الفيديو سيكون خفيف ضريف في فيديو السعرية موسيقى طريقة تحضير حريرة رائعة جدا جدا بشوفان كتجي بنينة فعلا كتجي بنينة بسف سف وصحية وممتازة للناس اللي يقدرون الحريرة لان بعض الناس اللي لا يقدروش على القطنيات اللي في الحريرة فهادي كبديل الحريرة رائعة اكتر من رائعة فعلا تستحق التجريب بقوا معي غنشوفوا المقادير وبسم الله غنجيب قنجرة او الكوكوت ونضعها على نار ونضيفها القليل من زيت المائدة نشحر فيها بصلاة متوسطة للي مفرومة فرم ناعم او لمشلدة رقيقة بصلاة متوسطة نشحرها شوية في هذا الزيت حتى كتبت اللون او لا كتبت يعني حتى كتبت تشحر نضيفها جوج حبات كبار من طماطم المقشرة ومنقية او لا يعني عباد جوج حبات كبار ثلاثة متوسطين ونضيف نص اللافة القصبور ونص مخلطين وملعقة كبيرة من مركز الطماطم ونزيد الماء بالنسبة للماء انا اضيفه على جوج كمراحل في الأول نضيف جوج لتر الماء ونضيفها تشكيه وفي الأخير نضيف اللتر الآخر اصلا جوج لتر ملك يطب ينقصني الكمية فنضيفه او لا تخطروا من الأول ثلاثة لتر من الماء نضيف الملح ملعقة صغيرة من الزنجبيل ملعقة صغيرة من الكركم ونصف ملعقة صغيرة من الإبذار وعندي جزارة اللي قطعتها او لفرمتها فرم ناعم كيف تشوفوك قطعتها رقيقة هكا ما كتبانش نهائيا كتبانش نهائيا مهم انكم تفرموها فرم ناعم وعندي ضامة ديال البنا اللي هي غير اختيارية كنأكد عليها اللي ما كيبغيهاش ملعقة صغيرة غير اختيارية سوف نضيف الملعقة صغيرة هنا من بعد مدلت واحد لمدة غلالية المرق غلاء مزيان ونقلب الجزار بأنه طب هنا سنزيد 200 جرام من الشوفن بالنسبة لي اختمت برقائق الشوفن اللي هو مغلط نضيف الملعقة نضيف الملعقة في الماء الملعقة ونضيف الملعقة من الماء الساخن او تستطيع اضيفه نصف لترى كيف تجد اختيارها او لا لا انا كمية اللي قدرت اجاد مياه هي هذه هي اللي كندير باش كنجيني لصوب ما تخفيفه هي هذه فقياس ونسيت ما قلت لكم بليراني لتوحد شوية ذي اضيف الملعقة في هذه المرحلة سوف نضيف الملعقة ونشوف الملعقة ونشوف الملعقة لا يأخذ لي وقت طويل يعني 1-4 ساعة من غليان او حتى عشرين دقيقة فقط كيكون واجد كيف كتشوفوا رصوبتيري هي هذه يعني بنتليف الأول شوية تقيلة شوية الماء الساخن وخليتها تغلى معه الثاني مزيان والصافيكة تكون عندي رصوبتيري واجدة انجو ما كتتحكموا في التقالة يعني لبنتليف تقيلة ممكن تجدها شوية دي الماء طايب وتخليها تغلى واحدة شوية وتكون عندكم واجدة جاتكم خفيفة اعطوها تجمع في الأخير واحدة ملاعق تقريبا القصورة مع الدنس لكي اعطوها وكتكون عندي لصوبتيري واجدة تأكد فقط من الملح وماذا هذا كله ونفع لها النار وهذه لصوبتير او الحريرة تجمع كبادل الحريرة في رمضان هذه باديل ممتاز واهم من غير انها صحية تجيب بنينة بسف سف مدى قديلها رائع وخفيفة اللي شربتوا منها تحسوا بانكم كأنكم ما شربتوها نتمنى انكم تجربوها متأكدة ستعجبكم نقول لكم خليتكم على خير نشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة